تابع النهضة يا سيدي قولوا أنتم تابعين الشكون أنتم تابعين إسرائيل تابعين الشاق واق تاخد مولي وجه الله قولوا لم يسالش أحمد نجيب الشابي مثال جيد مثال مهم جدا أحمد نجيب الشابي في 2005 أعتقدم شي حاج ماذا كتبت ماذا كتب بعض الأعلاميين في بعض المؤسسات الأعلامية كتبوا على نجيب الشابي نجيب الله وقالوا بأنه بايع هناك في مكة المكرمة بايع المرشد العام للإخوان المسلمين وبأنه انضم أصلا لجماعة أو تنظيم الإخوان المسلمين وها قد عدتي وما تبتي اليوم واحد من هؤلاء سينوف الورتاني عنده أكبر منصة لقصف الضمير متاع التوانسة وأخلاقهم والحياة متاعهم والحشمة والجعرة لاعتزازهم ببلادهم لاعتزازهم بالثورة الثيا تطهيح القدر نوف الورتاني اللي في العهد السعيد ينجم يجيب يعري واحد يعري روحه قدام ابناتنا وقدام إنسانا واحنا في تونس نعرفه اللي حتى الفاسد وحتى المدمن على الكحول وحتى العايق والديه ينجم يكون يغير برشا على مرته وعلى بنته يعني تابعين النهضة تابعين الحكومة يا سيدي تقشعر منه الأبدان في تل أبيب نوف الورتاني يعمل كاكه في الليل وفي النهار وللأسف الشديد يستضيف نواب التأسيسي وأعضاء الحكومة ورموز الثورة يجرحون عادلتهم ويهينون أنفسهم ويسئلهم على أهداف الثورة وتحقيق الثورة ويقولها بلغة معنتها طوام معنتها سيد الوزير الفاصل كاكه مش حلوة هذا هو الإعلام اللي يبشر به نوف الورتاني نوف الورتاني بفضل جهدك أنت مؤسستك للأسف واللي فيها بعض وكثير من المحترمين خذت المرتبة الأولى في الحقد والكرهية أنا وناشد بالحسنة رابلسي وأدعوه نقوله بالحسنة رابلسي اللي هو تابعك خذه إليك وقناة المتوسط المتوسط تتبرع بالتذكرة إلى موريال إليك هناك تاكل أنت الكروفات والاقتصاد الكندي كذلك يتنعوش طيب يا سيدي الحقد والكرهية هات نشوفه وحنا شكونا اعتزه جدا بانتماء لهذه القناة ونحنا منحبوش نحكو على رواحنا الكل ولا نجبدو على قناة المتوسط لكن اضطررنا اضطررنا من قناة المتوسط شخصي المتواضع يعني اتشرف بي سي جلي في القصبة وفي اعتصامات القصبة ومع ذلك هاي قناة المتوسط باش نقول لكم هي المحبة هي الوحدة الوطنية الصماء الجامعة يريد كان العهد الجديد في تونس لا يصبح واحد يعاير حتى واحد لا يقوله من الأزلام ولا يقوله تابع نظام قديم وحدة صماء ونخدمه الكل لتابعين حكومة ولتابعين أحزاب لكن ارضينا بالهم والهم مرضاش بينا العبدالله أقولها بكل تواضع بعد الثورة وبعد القصبة وبعد وجودي في عدة منابر على خلفية يعني نشاطي في اعتصام القصبة برهان بسيس لما جرح ولما تكلمه قال أنا ماذاوني أنا هزيت التليفون قلت له مقداد الماجري عليك نرفع من معنوياتك ونقول لك ان شاء الله هذه عبرة هذه تونس لنحبوها وقنت في قناة نسمة وارجعوا للأرشيف وكنت ضيفا هناك مع سوفيان بن حميدة وغيره والمزوغي قلت بأن الناس اللي يهدكوا في عميلة بن علي عميلة بن علي هي أم لمحمد أحكوش على أقول عليها وأمورها ودينها ودينها وحياها وشرفها أحكو على فساد مالي على أراضي على العقارات نحن لا نريد في تونس أعلام موني كالوينسكي وأعلام بيل كلينتون كل ما يتكلم يقول أشبه الصحفيين وصحفيين وضمهم مش صحفيين سينوفل الورتاني وأختم وأختم وأعذرنا على الإطالة يعني قبل الثورة وقت اللي ما أنت تعمل في الحاجات اللي أنا ما نحكيها مش في قناة المتوسط أنا ساعتها نقرأ لجيفري لانج بالانجليزية ونتدرب عن تومسون ونتدرب في الجزيرة ونحضر في روحي حتى ربي يكرمني بالثورة هذه حتى على الأقل ما كنتش صحيح في الصفل ولاني متاع الثورة نتشرف باش نكون كنت في ذيل الثورة ولم أكن في المقدمة متاع نظام القديم ولذلك الفرق بيني وبينك واسع أنا في ذيل الثورة آخر صف الثورة وانت من الصف الأمامي في حاجات أخرى شكرا لكم وأعتذر لكم مشاهدين الكرام أذهب إلى الحدث طب جيرك